والمرونة المجتمعية التابع للكلية الاكاديمية في اسرائيل بان جنوبة الابيب بات في صدارة المخالفات الجنائية ومعدلات العنف والجريمة بواقع سبعة بالمئة من اجمالي الجرائم في البلدات الاسرائيلية وبالطبع فان المجتمع الاسرائيلي المعروف بالعنصرية حتى بين المواطنين انفسهم بالتمييز بين يهودي وغير يهودي بل وبين اليهود انفسهم بتقسيمهم لطبقات بحسب الدول التي هاجروا منها فان مثل هذه الدولة كان من الطبيعي ان تمارس ابشع انواع العنصرية على طالب اللجوء الافارقة وغالبيتهم من اصول ايريترية وسودانية واثيوبية بينهم نحو ثمانية عشر الف لاجئ من اصول ايريترية اضافة الى اثنين وثلاثين الف لاجئ من السودان ودارفور واثيوبيا ولذلك غالبا ما تعصف الصدامات وحالة التوتر والغليان بالاحياء التي يقتنونها مع غياب الثقة مع كل ما حولهم بما فيها وسائل الاعلام حتى بات من الطبيعي ان تجد فارقة في اسرائيل يفرون من الكاميرات بينما لا يهبون سلاح الشرطة الاسرائيلية في وقت تقول وسائل الاعلام العبرية انهم يسيطرون على جنوب تل ابيب وكأنهم اصحاب السيادة ويرعبون اليهود بل ووصل بهم الامر لبناء مجتمعات موازية وتأسيس ما يشبه دولة داخل دولة وهو ما ترجعه مصادر عبرية وغير عبرية الى السياسات العنصرية والتمييزية التي تنتهجها ضدهم حكومات اسرائيل المتعاقبة منذ عقدين اي منذ حطت بهم مسيرة التشريد في اسرائيل بعد ان دخلوها عبر شبه جزيرة سيناء اي من الحدود مع مصر وهم اليوم يعيشون في منازل مستأجرة لا تتعدى مساحة الواحد منها ثمانين مترا بينما يقطنه خمسة عشر من اللاجئين حتى بات الدخول الى الازقة التي يقطنها اللاجئون الافارقة امرا محفوفا بالمخاطر حيث تتبدى معالم الفقر والتمييز والتهميش والحياة الصعبة وتتشح كل هذه الاحياء بكل ما يرسم ملامح شضاف العيش فهم يحيون هنا بلا امتيازات ولا حقوق وبظروف اجتماعية واقتصادية مزرعة وفقر متقع عمقت الاقامة المؤقتة التي تمهد للترحيل القسري وحتى عندما يسمح لهم بالعمل يتم استغلالهم بابشع الطرق حيث يعمل طالب اللجوء الافريقي ستة عشر ساعة لكسب لقمة عيشه وكثيرا ما كان يتم استغلاله وترده من العمل دون تقادي مستحقاته كما تفرض السلطات الاسرائيلية على طالب اللجوء الافارقة ضريبة دخل تصل الى عشرين بالمئة من قيمة المعاش الشهري الذي لا يصل لربع دخل الاسرائيلي بينما تحرم العائلات من الخدمات الاجتماعية والصحية وتخصص المدارس في جنوب تل ابيب صفوفها الخالية من الطلبات الاسرائيليين لصالح الطلاب من اللاجئين الافارقة اي ان التمييز والفصل العنصري يكون حتى على مستوى الاطفال في المدارس كما تصنف السلطات في اسرائيل الكثير من طالب اللجوء انهم مهاجرون اقتصاديون ولا يتم قبول طلبات اللجوء الا في حالة نادرة ما يمعن في استمرار مأساتهم وهي مأساة